اهلا بكم النهاردة قررت ان انا اعمل اللايف دايركلي على الفيسبوك بدل ما اعمله على اليوتيوب بعد كده نقيله على الفيسبوك والنهاردة هنتكلم عن ايه اكتر عيب مميز او معروف عنه كل برج من الابراج هنقول ايه اكتر عيب كل برج من الابراج معروف بي يعني يعني ممكن نسمع انه واني الفيديو عيوب الابراج ده لايف فيسبوك يا جمع طيب خلونا نبتدي طبعا كل برج عندنا ليه عيب وليه ميزة والعيوب دي بتيشترك بها كل الناس المولودين في نفس الحقبة الزمنية يعني الناس المولودين في مثلا سايب برج العزراء هتلاقي كلهم عندهم نفس العيب الناس المولودين مثلا في برج اسد عندهم نفس العيب يعني شئنا اتفقنا ان احنا متفقين في موضوع علم الابراج او لا كل برج من الابراج ليه عيب والعيوب دي بيبقى مشتركة جدا ما بين كل الناس المولودين في نفس البرج لا أريد الناس تزعل مني عشان كل ما تتكلم عن ترتيب أو برج أو هاي حاجة أجد الناس كلها تتكلم كثيرا قوي وأنا في مشكلة أنا بيجيلي كومنت كثيرا جدا مش بعرف أرد عليها كلها أنا بالصدفة كده ممكن أعمل لايكس لبرج أو أعمل يعني أعمل ربلاي فبتيجي صدف معيني خلونا بقى نبتدي بترتيب كده برج الحمل أنا أقول العين بيبقى خطير جدا بالنسبة لي أنا كراشو برج الحمل عنده مشكلتين رهيبين جدا ملول جدا يعني بيزهق بسرعة قوي برج الحمل من أبراج اللي يعني بتزهق بسرعة ده رقم واحد رقم اتنين برج الحمل متسرع يعني لو جي في دماغه حاجة فجأة بيعملها متهور شوية أو متسرع فدول أكتر عبين بحب غير كده برج الحمل تمام جدا وفول جدا تعرفين أنا برج الحمل دول من أبراج اللي أنا بعشقها وبحبها قوي نجي بعد كده عن برج التور الترابي أنا بحيث نعيب برج التور بالنسبة لي أنه هو تقليدي روتيني جدا جدا فتحيث أنه هو مملج يعني أنت ممكن تذهب من برج التور من كتب هو روتيني تقليدي أوي أوي ده نمبر ون نمبر تون أنا بحيث هو مدي شوية فلوس مهمة بالنسبة برج التور مع إنه هو رومانسي بس هو مدي يعني برضه برج التور يا جماعة فيه مميزات كتير أوي بس إحنا النهاردة بنكلم عن عيوب بس مرة تانية نعمل نعمل مميزات كلنا 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 فينا مميزات وعيوب بعتذر عشان أنا برد بقى وانتو شايفين نفسي تقريبا الدولاب كله طيب وقولولي أنتو تخت بتتطفقوا معي ولا لا يعني ناس المش متطفقة معي قولولي وقولولي ليه يعني قولولي وجهة نظاركم أنا حاول أقرى كومنت في آخر الحلقة طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء برج الجوزاء معروف إنه عنده في صنف الشخصية يعني مش محتاجة إزواجية جاي من جوزاء الجوزاء يعني شخصيتين عندهم في صنف الشخصية تاني حاجة بكرهة أو مش بحبها في برج الجوزاء إنه هو مش عارف هو عايزي يعني دايما برج الجوزاء محتار مش عارف مش عارف هو عايز مش عارف هو عايز تخول يمين ولا شمال مش عارف عايز تطلع فوق اللي انزل تحت فهو مش من الأبراج اللي تحس نوع مستقر كده ولا مستقر نفسيه ولا مستقر عطفيا ولا عنده نوع أي نوع من أنواع الاستقرار طيب بعد كده ندخل يعني انا هستنكو تقولولي انتو متشتركين معايا ولا متفقين معايا مهم جدا ان اسمع رأيكو وكل واحد يقوللي هو بتتفق معايا ولا لا بما جي الكلام عن البرج بتاعه وده ما يمنعش ان كل برج فيه صفات تانية حلوة يعني احنا بنتكلم بس النهاردة عن العيوب اوكي طيب وثانكيو عالكلام الحلوى قوي اللي انا عمال اقرأه بس انا مش عارفة رد فعلا وبعتذر عن صوتني طيب ندخل بعد كده عندنا عند على برج السرطان برج السرطان المهيين برج السرطان كلنا هنطفق على عيب فيه ان هو حساس جدا بالزيادة عنده حساسية يعني اي حاجة بتزعله بيزعل بسرعة جدا بالمصري عندنا ممكن نقول علي انه هو اماص اماص ده يعني بيزعل بسرعة قوي 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 تاني عيب بالنسبة لي برج السرطان بان دراماتيك 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 دها يعني الحاجة الشخصية كده وبيكبرها كبرها 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 دراماتيك يعني دراما كينجان كوينز بياخدها برج السرطان لا ايه بجدارة شديدة يعني طيب ندخل بعد كده على برج الاسد برج الاسد ملك الغيبة انتو قولولي ايه اكتر حاجة بتحبه برج الاسد بدأتنى شوفوه طيب برج الاسد انا العيبة انا ه �Abierno ماحبهوش فين هو من الأبراج أنا بعتبر على فكرة برج الأسد من الأبراج الصعبة أنا لاست كنت النهارة بحكي مع حد أنا عرفه أسد إنه هو من الأبراج المبارافش تعمل معايا برج صعب على فكرة رقم واحد مشكلة برج الأسد إنه هو دائمًا شايف نفسو ملك الغابة دائمًا شايف فيه حتة غرور شوي أو دائمًا شايف نفسو إنه هو ما يتقارنش فاشفي شوية ايجو عالي شوية والأنا بتاعته عالية شوية ده نمبر ون برج الأسد عنده حب أو عشق للسيطرة فتحس إنه هو يعني يعني صعب تبقى عاش مع الأسد لما تحس إنه هو عايزك على طول تمدح فيه عايزك على طول هو بيحب يمسك يبقى مسيطر وبقوة فبرج الأسد بيعشق السيطرة بالزادة فهو عنده سيطرة بالزادة فلو إنت مع برج الأسد لازم تسيبه يتحكم فيك ويسيطر عليك ويعمل كل حاجة هو عايزها لإنه هو مش هيسمح لك أصلا ولا هديك الفرصة إن إنت تعمل أي حاجة تانية وإنت معي يا جماعة سيطرة عشان عايزة نفسي أعمل بتاعزيز طيب نجيه بعد كده عندنا برج oh my god it's my borg يا جماعة ده برجي بقى it's my horse scope sign اللي هو برج العزراء أنا منعشاك برج العزراء عشان ده برجي طبعا فأنا متحيزة لبرجي وبشدة شديدة كمان عشان كل الناس تتكلم عن أبراج مش عارفة لئه بيظلومه برج العزراء فأنا قررت إن أنا أبقى حامي حامى برج العزراء هو برجي تحبه بصراحة طيب برج العزراء من الحاجات اللي بحبها سوري الحاجات اللي مش بحبها فيه خالص ان هو صعب الارضاء انا كمان كده يعني مش اي حاجة تعجبه تحس انه مطلع عينك عشان يعجبه حاجة صعب الارضاء جدا يعني مش بيعجبه اي حاجة وعلى طول عنده كومنتس يعني انتقادي لازع ما بيبطلش انتقاده وده يا جماعة عيب فظيع فيه انا بحبش رعب ده فيه وحامت داق من نفس جدا والناس كسيرا اللي تعرفني بتتداق مني لانا على طول بانتقده وعلى طول بقعد عندي كومنتس وعلى طول بقعد اقول لا مش هاجبني لا كذا فيه ودايما عينه بتروح للعيوب يعني لانا بص ممكن عودة عمل لكم حلقة بس كده اكلم فيها عن عيوبي وعلى عيوب برج العزراء سوفت انا موضايا ازاجها وكمان دايما بيفكر بيفكر كتير قوي مبطلش تفكير برج العزراء على طول بيفكر على طول بلو مشغول يعني بس وصعب الارضاء دي يعني انت مهما عملت له مش عاجبه مهما عملت له قوي عنده هاي اكسبكتيشنز بطريقة مش طبيعية طيب نيجي بعد كده عند برج الميزان برج الميزان اكتر حاجة بتاعجبنيش فيه انه مستفز يعني برج الميزان دا بيعرف يستفزك قوي دا ما تحسو اي حد تعمل معاه برج الميزان متردد جدا ما بيعرفش اي قرار في حياته عايز ثلاثة ياخدوا قرارات مكانه في حياته نمبر ون نمبر تو انه هو مستفز يعني برج الميزان من الابراج ال لا مستفز يعني هو مستفز قوي مش عاجب نزبط الكاميرا وتعرفت والله العظيم دي واجعتني يعني ايه والله كواس انتم مستحملين فبرج الميزان من الابراج المتردده يعني مش بيعرف ياخد قرار في حياته مستفز طيب نيجي بعد كده عن برج العرب المائي برج العرب عنده مشكلتين انه هو مش مفهومي يعني متعرفش متقدرش تفهمه غامض جدا 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 ده نمبر ون نمبر تو انه هو غدار يعني لدعيته القبر برج العرب متقدرش تتقفيل انه هو بيغضر عندما يعني لو جيت عليه بيبقى غدار وغدرته صعبة قوي 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 وغامض قوي يعني تحس ان انت مش فهمه يعني صعب ان انت تفهم برج العرب طيب نيجي بعد كده عنده برج القص برج القص عنده مشكل رهيب انه بيكره تحمل مسئولية بحبش تحمل مسئولية بحبش موعيد ما بيحبش الالتزام عنده بس لبنتشيله مسئولية بصراحة بيشيلها بس هون بحبش يعني عمره مايجري او يحب انه هويتحمل مسئولية بس ونس انه هو травس ما بيبقى شاء المسئولية جدا 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 ده نمبر ون نمبر تو في برج القص انه هو هي برجogo بده حدث مسئولية معيد مسئولية معيد بضربين جدا جدا الثاني حاجة ده هو صريح لدرجة لزعة يعني ممكن يغبطك خطة يعني صريح بدرجة توجع ممكن يقولك الكلام بطريقة مستفزة يدايقك يعني صريح قوي قوي بطريقة ده يعني بسها بحب صراحته بصراحته نيجي بعد كده عبر برج الجدي العمر ممكن تسكت برج الجدي الترابي اللي هو اكتر حاجة بتدايقني في برج الدلو الجدي صريح هاي عمر اكتر حاجة بتدايقني في برج الجدي بصراحة ان هم يعني عملين بالزادة يعني حاسن هم على طول كل هم حقمهم فلوس شغل شغل نجاحات فتحاسن هم يعني عملين قوي حياتهم كلها شغل لدرجة بتتعبك بتكلم عن شغل كل وقته شغل ده نمبر وان نمبر تو ان برج الجدي يعني ساكت على طول يعني تحاسن مومن شوية في البدايات يعني ما بكلمش كتير ما بيهم بكلمش كتير فتحاسن انت مش فهمه مش عارف تعمل معي لان هو ساكت على طول فتحسن انت ما تتكلم يا عم خلينا فهمك دي مشكلة عليه مع برج الجدي وموضوع ان هو عملي على طول كله يهمه شغله 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 دي حاجة برضو بتديني منه منه وشوية برضو زي مشكلة زي برج الاسد ان هو عند الايجو بتاعه عالي انا بتاعته عالية ويفاهم دايما ان هو الوحيد بيفهمه الناس تانية متفهمش نيجي بعد كده عم برج الدلو اللي هو برج ابني المتشرد اللي كان واقف ورايتها برج الجدي رغاية قوي الدلو رغاية قوي يعني صرصار بيحب كلام كتير بيحب كلام يعيس انه بيكلم على طول جدا وده بيحب الهزار فبيهزر بوفر يعني انت ما ممكن في وقت جد جدا تلاقي عمل يهزر ويدحك ومش هامه يعني ده نمبر ونمبر تو عنيد 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 من هنا لحد بكرة الصبح يعني اكثر الابراد عندنا هنحط برج الدلو هيقعد يحط رجله يعني عنيد جدا 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 برج الدلو كمان غامض يعني انت ما تفهمهوش متعرفش بالفكر ازاي بتحس ان هو غامض وابرج الدلو كمان سياسي لدرجة انت ممكن تاخد منه حقا كوي يعني سياسي قوي يعني شخصيته مش قوية قوي يعني معرفش بحسش يعني عندهوش حضور قوي يعني اسبيشا دي راجل الدلو السبت الدلو قادرة وقوية جدا اما راجل الدلو تحس ان شخصيته مش قوي قوي بصراحة يعني طيب نيجي بعد كده اخر برج هو برج الحوت اكتر حاجة بتدايقني برج الحوت ان هو حساس جدا بالزيادة اماص اوي اوي زي برج السرطان ودي حاجة بتتفق فيها معاه ان هما حساسين اوي اماصين او برج الحوت كمان ممكن مشاكل فيه زي ما قلت بقى أنه يعني بيكلم كتير برضو تحس أنه على طول بيكبر حاجة لا هو بيكبرها قوي قوي يعني أنا مش عارف أقول إيه مقدرش أغلط في برج الحوت عشان أمي أصلا حاضر الله في أمي برج الحوت هيا ماما فمقدرش أغلط في برج الحوت بس أكتر حاجة بداية من برج الحوت الأمس كتير الزعل كتير بيكبر المسائل أنا شايف أن دي صفة مشتركة ما بينه ما بين برج السرطاني ممكن السرطان مودي الحوت مش مودي بس دي مشكلة حد بيقول إنتي ليش نايمة هيك عشان يا جماعة أسند إيدي أنا مش نايمة بس أنا حطها إيدي فأنا لو مقدرش أعود قاعدة تانية لأنني أنا مش عارف أسند إيدي والسيلفي ستيك صعبة مش عارف أشيلها بصوا لازم أوريها عشان أرد على السؤال تقيل على إيدي فأنا لازم حطر البتاع ده عشان أصبطها فبرج السرطان مودي حوت مش مودي دي بقى يعني أنا كده قلت كل برج عيب يعني خطير بس كلهم بقى أكيد عندهم موازات حلوة يعني كلنا عندنا عيوب موازات عيدي جدا ويا جماعة المرار مليون أنا بقول أنا بحاولك تهد عشان أخليكوا تعرفوا إزاي تتعاملوا مع الناس تانية يعني يعني حدش يقولي خطيبي برج كذا وهو فيه كذا لا فعلا دا عيب في برجه فحاولوا تأقلموا مع هذه العيوب لو أنتم تعاملوا مع الناس من الأبراج دي وبعد كده عايز أقول لكم سفوتة الأبراج دي حقيقة أنا بحبش توقعات قوي بحبش أتكلم فيها بس يعني منها بتطلب مني بعملها بس أقولولي بقى يا جماعة أنتم بتتطفقوا معايا بتختلفوا معايا في أي تحت في الكومنت مهمة قوي أسمع تحليلكوا يعني المواضيع تانكيو بحبوكوا جدا جدا وده تقريبا أول لايف أعمله على الفيس بوك دايما بعمل لايف على اليوتيوب بليس تشتركوا في الصفحة وتعملوا شار كتير لإصحابكوا عشان هما كمان يشتركوا في الصفحة تانكيو بحي أنا مش عارف عفيله إزاي أصلا